صباح الفلة او مساء الفلة على حسب الوقت اللي انت بتشوفي في الفيديو بتاعي حطيلي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو اول مرة بتشوفيني وشجعيني كمان بكومنت امر زيك وقوليلي قد ايه ان الفيديو عجبك تمام اول حاجة هنا مومتي كانت اجازتها مبارح فكانت عندي كانت جايبة معها في شور فاخدت بقى ايه رحت حطت فيه ملح حطت فيه التوابل دي اللي بتعمل بيتزا كنت جايبةها من كرفور معاكم لو تفتكروا في المشتريات بتاعة شورم الشيخ قعدت فضي كده كتير عشان خطر بقى ايه يتملعت بقى ارجي فيه وفضي ارجي فيه وفضي تمام ما تنسوش تطبعوني حلوين على انستجرام تيك توك كوي عشان بقدم هناك محتوى مختلف والمحتوى اللي هناك بجد جامد جدا وشجعوني بقى هنا عشان نوصل 12000 على يوتيوب وعلى تيك توك نوصل ل25000 بإذن الله الفترة الجاية كوي لسه 1000 ونص وحتى انستجرام لسه ما كملناش حتى الالف عايزين نكمل الف هناك برضو تمام هنا بقى كنت اول مرة اكل ايزابيلا سريلايك حطت لها الطبقة ده الطبقة ده يا جماعة جايباه بقى لي حرفيا اكتر من 6 سنين تمام كنت جايباه في الجهاز بتاعي وكده قعدوا كلهم يقولوني لأ بلاش دلوقتي ومش عارف ايه وفالواحش اقول الحمد لله نفعني ومش لقيا خالص الطبق ده بيعزبني جدا على فكرة في الغسيل يعني هتشوفوا معي ليه لانه هو ما بيقعش مسألة والبي بي مسكوا مش هيقع منه فهمين مش بيوقع بجد بيعزبني جدا فضيع بس طحفة وكان سعره وقتها تخيله كان سعره 25 جنيه بس دلوقتي هتلاقيه سعره معدي 60 جنيه اصلا برضو ولا حاجة يعني بس يعني اللي هو ايه برضو فلت بي يعني المهم لان دلوقتي في حاجات كتير قوي قوي اهم من من الطبق ده او كده هنا با يا جماعة انا كنت بنظف البوتاجاز ما كانش في حاجة كتير يعني كان متزبط زي ما انتم مش شايفين ولكن انا بلمعه مش اكتر وعشان ريحته تكون حالوة اللي انا السبري اللي بحطه ده دي خلطه انا عمليه حطه شوية مية حطه شوية دوني حطه شوية ديتول حطه شوية سبري ملمع اللي هو بتاع الاسطح تقريبا حطه شوية شوير جيل حاجة زي كده فعمل خلطه حلوة جدا دي بتدوب كله الدهون وبجد بتلمع اي حاجة وفي نفس الوقت من البيت مكوناها من البيت وفي نفس الوقت هتوفر معاك كتير لان انت بتاخدي شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا فالموضوع بيبقى اسهل معاك بكتير بدأت طبعا انا لمع كل حطه في البوتاجاز بتاعي ولمعت كمان البوتاجاز ذات نفسه بس ما جبتهاش معاك بصروحة اللي بقدر اجيبه معاك بسرعة بجيبه اللي بقدر يعني ببقى بقى خايف عشان ايزابيلا ومش هارفة ايه بعمله بسرعة وما بلحقش ان انا اوريك وانا بعمله تمام بس كده حطه بقى لمعه كويس جدا 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 لان كمان كان فيه شوية دهون وزيوت مكان مقلية الفراخ مبارح فكان طبعا تعارفين قالي الفراخ ده بتبقى مجزرة ترتاشة زيت بقى وبهدلة فكت عملة مساح بقى كده كده سيئت الارض من المكان الفراخ بس طبعا البوتاجاز كنت خلاص هنكتبع يعني انا بيجي على ايه وقت كده خلاص انا اقف مش هقدر اعمل اي حاجة تاني خلص خلاص كده يعني فهمين اللي هو سيبوني بقى في حالي انا كده كفاء علي النهاردة فمبرداش بصراحة حطي ايدي في اي حاجة تمام انا بقى كنت بحضر العشاء لنفسي بالليل خلص الكلام ده ساعة ثلاثة الفجر مرون نيم وإزابيلا نيمة وانا قلت بقى ايه استغل للفرصة وحضر واجبل نفسي كده واقعد بقى كده ايه في رواءان اكلها واشغل فيديوهات من على يوتيوب لان انا الفيفورت بتاعي قصة من فيديوهات اليوتيوب مش التلفزيون او كده التلفزيون بحبوله في مسلسل انا متابعاه او فيه مثلا فيلم جاي هندي او فيلم اجنبي او فيلم عربي انا مستنياهم بس عادة انا مش بتابع الافلام العربي يعني عادة لو فيه فيلم قوي انا هموت واشغاله بيبقى فيلم هندي او فيلم اجنبي لما الافلام العربي ممكن اشوفها على النت يعني او مسلسل عربي برضو اشوفها على النت زي مسلسل 207 ده اللي بجد جايب لنا الرعب كلنا حرفين بس مسلسل جايب جدا يا جماعة بجد طحفة يعني اللي ما تفرجتش عليه فاتح كتير بجد المسلسل جامد قوي خليكي كده هتمودي وتشوفيه الحلقة اللي بعدها زي ما انتوا ما شايفين جبتاش اسمر وحطت فيه وحدات جبنة مسلسات وحطت فيه شريحة جبنة تركي شريحة لانشون وحطتهم كده جول ساندويتش ميكر وقلت اعملوا نفسي كوباية كاكاو خامي كاكاو الخامي عادي جدا في الضايت ما فيوش اي حاجة خالص تخديمها لأصغيرة وتحطي بها ايه من حصصك من السكر يعني انت ليك من اثنين لاربع معلق سكر في اليوم ايا كان باعيزة ترجميها باي طريقة عايزة تحطيه في الكاكاو عايزة تحطيه في النسكافية عايزة تحطيه في اي حتة المهم ان انت ليك من اثنين لاربع معلق تماما حطيت هنا معلقة ونص وصفي لبن ومعلقة صغيرة كاكاو كده الدنيا تمام يعني والحمد لله تعشيته كان اللي عاشب كده طحفة جدا انا هشوفه شكل الساندويتش دلوقتي وطلعها من الساندويتش ميكر انا دلوقتي بيتحط وراء الزبدة عشان خطر ما يتبهدلش بيتبقى بس الفتافيت بتاعتليش هتشوفه دلوقتي انا هشيلها وبس كده ولا هنضفه ولا هعمل اي حاجة الوراء الزبدة مريح كده في الحتة دي بالزيت يعني مش بيخليك تتعبي ولا اي حاجة من الكلام ده لا بتعملي الحاجة بتاعتك وبتخلصيها والدنيا تمام طبع معيك بس هنا انا نضفته بمنديل كنت بنضفه على ايدي بس مش عارفة ايدي ما بانتش لي كنت بحط الفرفت دي كلها على ايدي تمام كده كده انا بكنس المطبخ برضو كل يوم يعني عاديم فيش مشكلة النهاردة الصبح بايا يا جماعة واريكم الفطور بتاعي ده الفطور بتاعي علبة زبادي لايت عليها معلقة عسل صغيرة دي بمثابة اتنم معلقة سكر خلي بالكو وقطعت عليها برتقانوية فانا كده خلصت حساس السكر بتاعت لان حطيت في كوبات النسكة فيه برضو تنم معلقة سكر الشوكولت دي كانت اضافات يعني انا ما بعملش يوم فري فببقى محتاج كده كده من السكر يعني او الشوكولت مرة او مرتين في الاسبوع يعني فبصراحة بعمل كده باخد كتعة من اي حاجة انا بحبها مرة او مرتين في الاسبوع غالبا يعني بحاول اضغط على نفسي وبخليها مرة كل اسبوع بس ساعات الانسان بيضعف طبعا ببقى نفسي في قطعة شوكولاتة ببقى نفسي ايكل اي حاجة فممكن اخليها مرتين في الاسبوع وبردو ده مش غلط لما انت مش بتعملي يوم فري او كده لأخديلك مرة او مرتين في الاسبوع كده كده كطعة هتهون عليك كتير صدقون الحاجات دي بتطبطب كده على البني ادم بتديها مكافأة لنفسك ان انت استحملت الايام دي من غير ما تاكلت شوكولت بتستحملي الضغط اليوم اللي بيبقى عندك بتستحملي كل حاجة فاهمينت فبردو ده مش عيب ولا حرم ان انت تكافئ نفسك كل فترة وبردو ده هيشجعك ان انت تكملي في الضييت طول ما انت مبعد عن يعني ايه الحاجات ايه اللي مش لطيفة وكده عايز اقول لكم كمان ان انتوا لازم تعملوا لايف ستايل يعني انا دلوقتي ما بعملش ضييت على قد ما بعمل لايف ستايل لحياتي عايز يدوم معي عايز اكل اكل صحيح عايز اعرف انا بدخل الجسم ايه عايز اعرف الكمية الاكل المفيدة اللي شعري محتاجة اللي بشريتي محتاجة اللي الجسمي اللي اعضائي محتاجة اللي القلب والكلة والكبد اللي الحاجات دي محتاجة ايه فاهمين قصدي ايه فبدأت ان انا اعمل لايف ستايل لنفسي اعمل نظام غزائي لنفسي ماري طب انت هتتغدي ايه لازم لغدا يكون في حاجة مفيدة على الاكل لحاجة او حاجة مفيدة طيب لو هاكل مكارونا يبقى لازم ما استخدمش صلصة معلب هاستخدم طماطم من البيت فاهمين قصدي ايه طبعا هنحط ايه في الطماطم دي هنحط طوابل تكون مغزاية زي مثلا الكمون حلوة جدا عندكم الكاري والكركم طحفة وكركم افضل بكتير كمان عندكم بقى الطوابل اللي هي الصحية طبعا منقطرش في الملح منقطرش في السكر على مدار اليوم كل ده هيفيدك ومع الوقت هتخسري وزنه طول ما انت بتبادي عن البيبسي ممكن تشرب ببسي دايت برده من مرة المرتين في الاسبوع بس ما تخليهش كل يوم كل ده بيحسن طبعا من مزاجك بيحسن من صحتك بيحسن من نفسيتك طول ما انت بتدخلي الجسمك اكل صحي كل ده بيحسن من نفسيتك صدقيني الكلام ده هيفرق معي 180 درجة خصوصا احنا امهات وصغيرين في السن كمان يعني بتتفرج علي وامه وصغيره في السن كده هتفهم المعاناة اللي احنا بنمر بيها شلنا مسئولية كبيرة جدا بدري كل الكلام ده فلازم نحنا نكونوا رؤيا فيه مع نفسنا يعني رؤاء مع نفسنا قصدي نسمع كلام جسمنا جسمنا نفسه في ايه النهار ده لو خلاص انت هتموتي على تشوكليت يعني انا بجد مكلتش قطعة لتشوكليت دي غير لما كان نفسي فيها قوي خلاص انا جسمي طالب شوكولاتة نفسي في شوكولاتة بقال كتير جدا مكلتهاش اكلتها تشبعت منها خلاص كده انا مش عايزة النهار ده ايه تشوكليت مش عايزة بكرة ايه تشوكليت فاهمين قصدي اللي جسمك بيقولك عليه لازم تنفذي عشان جسمك ما يدخلش في حالة نهم بتكوني خلاص مش قادر عايز تكلي كل حاجة حرفين قدامك فبلاش يعني الحركات دي تمام زي ما انت معايزة ما تحرميش نفسك وكل اتمنى كون بشجعكم في الحوار بتاع الضايد ده لاني بجد بجد فارق معايا جدا ان كل واحدة تهتم بنفسها تهتم بصحيتها تهتم بجسمها هنا طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه دموعين مش مش هشرحلك انا بعمل ايه يعني فبحب اتكلم معاك وكده في موضوعات مختلفة طول ما انا ايه بعمل حاجة يعني متشافة قدامكو يعني تمام هنا كنت بعملها الأزايز بقى الأزايز دي حلوة جدا يعني الأزايز بتاعت المياه المعدنية بتنفعني لاني باخد واحدة صغيرة جما مني بفضل اشرب منها فبحب كده طبعا هنا بانا كنت بانضف الحوط طبعا انا زبطت الدنيا بس كده حلوة تماما فيديوهات الفترة دي تكون عجباك ما تنساش تحطيلي اكبر لايك في الدنيا وكمان اشتراك للكونيلا وابد مرة تشوفيني يلا جود